لو دخلوا سيطروا عليه سيطروا عليه سيطروا عليه سيطروا على الجيش الثاني المداني شمالا هيتجه شمالا ويحاصر الجيش الثاني المداني اللي عبر قناة السويس خيالي سيطر الموقف والنصر وبعدين كان كبري الجلاء تم نسفه ده يوم 22 الجلاء ونفيشة ده يوم 22 أكتوبر تم نسفه لأنه كان داخل شارون باتنين اللي هو مضرع اللي هو مظلي على أساس آخر أمل ليه أنه هو يحاصر الجيش الثاني المداني والقوات اللي عبرت يعني كأنه قلب التربية زي بالضبط بالضبط عايز يحقق نصر لإسرائيل وأمريكا معاه أنت بتحارب أنت بتقاتل وبتحارب مش إسرائيل أنت انتصرت على إسرائيل تعبرت القناة ودخلت في العمق وعملت عملياته هو دخل شارون دخل بين الجيش الثاني والثالث من منطقة الدفرسوار اللي هي صغرة الدفرسوار وتمت المقاومة وتمت عمليات فدائية يعني لا حصرة لها وجنود استشهدوا وضباط استشهدوا وضباط صف وكانت ملحمة رائعة وتفاصيلها مع الشهداء تفاصيلها مع الشهداء والمصابين والأحياء تفاصيلها الدقيقة لأنني لا أستطيع أن أقول أنني البطل الحقيقي لا أنا واحد من ضمن هؤلاء الأبطال من تتذكر يا فندم اتصاب أو استشهد في هذا المنزوم؟ لا استشهد أول شهيد استشهد هو قائد سريتي الشهيد إبراهيم الدسوئي النقيب الشهيد إبراهيم الدسوئي قائد السريع الأولى من الكتيبة 133 ساعة دستشة إسمعالية في أول كمين بعد قوات الجوية الأمريكية ضربت المنطقة بتضربها 72 ساعة حتى صباح يوم 22 أكتوبر الموافق 26 من رمضان ونصايمين اللي هي ليلة القادرة ليلة القادرة للستة عشرية هي ليلة القادرة وهي فعلا ليلة القادرة ربنا كارب فأول كمين عشان يكون دقيق جدا نحن في أرض المعركة خلاص في المعمعة جوه المعمعة أول كمين كان قبل الظهر ده كمين اللي استشهد فيه النقيب الشهيد البطل إبراهيم الدسوئي ومعه المراسلة بتاعه كان سعدون وكان معه إصابة عباس وكان مجموعة صابت يعني صابات شزايا اللي حصل في الكمين الأول ده بقى حاجة يعني كان قائل سريتنا اللي هو الشهيد إبراهيم الدسوئي كان دايما يتمنى أن يجيب أسير كل كلامه معنا ومنية حياته يجيب أسير من فوق دبابة يجيبه في عملية إغارة كل قاعدته معنا وإحنا في المعسكر في التدريبات أمل عنده إنه عايز أسير وسبحان الله لما كمين تم تدميره كالدبابة وعربية نصف تنظرة ده أول كمين اللي هو يوم 22 صباح 22 قبل الدار عشان نكون دقيقين لأنه فيه كمين تاني فيه بيحصل اختلاط بين الكمين الأول والتاني الكمين التاني ده ده هو الجولي الأخير لمصر لكن استشهاده كان في الكمين الأول الكمين الأول الشهيد إبراهيم الدسوئي استشهاده هو وسعدون والمصابين اللي معاه من الدخل طبعا وفي مجموعة قتال وراء بتحمي هذي هل ده ما أحبطكوش أن القائد يعني القائد هو يموت هذا السريع بنفسه هو أول واحد دخل بنفسه هو يعني ما دخلش قائد فصيلة قبليه ما دخل لا هو قائد سريع بنفسه لكن ما سببش إحباط أو قلق لباقي المجموع أبدا أبدا ده الروح المعنوية ارتفعت أكتر أنت يعني أنا عايز أوضح حاجة ونقطة مهمة جدا يعني حقيقي يعني أنا بالنسبة لي كانت الأيام دي القتال دي كانت بالنسبة لي أحسن أيام تستغرب جدا يا تقولي إزاي يعني أنت بتقاتل وتقول أحسن أيام كانت معنواتنا عالية جدا وما زالت ما كناش حاسين بحاجة غير أن ده عدو داخل أرضك ولازم تقتله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم هي دي الحقيقة فلما دخل يعني الرجل كان متدين جدا وصلى ركعتين قبل الكمين كلنا صلينا معاه بتحقق أمنيته؟ دخل بعد ضرب الكمين وتدمير الدبابة قام المكان الكمين تعرف أننا عادين في كمين في حفر برميلية ينزل في حفر برميلية والأرض طينية الكمين أرض طينية والمسافة الحمد لله نجح بس هو عايز جيب أسير رح طالع جري في اتجاه الدبابة عربية نص جنزين عشان يجيب الأسير ومنية حاد اللي حصل بقى ايه في الموقف ده شيء من عند الله سبحانه وتعالى الدبابة من قوة كم الزخيرة اللي جوه الدبابة داخلين بيها حطين كم الزخيرة غير حادي هم عندهم أمل خلاص داخلين دين وسبعين ساعة بيضربوا بالطيران مفيش مقاومة لأن كل قوات الدفاع الجوي بالكامل وقفت نتيجة أن دخل الطيران الأمريكي مؤثر على قواعد الدفاع الجوي فجاءت أوامر أن قواعد الدفاع الجوي ما تضربش لأن لو طلع صاروخ هيكتشف فيتم تدمير قاعد الدفاع الجوي وده اللي حصل فإحنا أصبحنا جوه موجودين ثمانية وربعين ساعة أو ستنين وسبعين ساعة بيتم قصف علينا بالألف رطل وقنابل البلي وقنابل لن نشوفها أبدا في حياتنا وصواريخ ألف رطل وبتعمل منطقة ميتة خمسة عشرين متر مربع وتعمل عمق تحت خمسة عشر متر تحت فأي واحد في هذه المنطقة الخمسة عشرين متر ده بيتم قتله قتل إصابة مباشرة فكان الطيران الأمريكي مسيطر في التوقيت ده بالذات وإحنا موجودين في الحفر البرمية هم توقعوش أن إحنا موجودين في الحفر البرمية وهنطلع عليهم من تحت الأرض ودي الحقيقة اللي حصلت وتم الكميل الأولاني طلع إبراهيم الدسوية عشان يجيب الأسين انفجرت الدبابة حصل انفجار الشظايا اللي جات عليه طيارة الضلع بالكامل منه وهو بيجري ضلعه طايره بيجري داخل على الدبابة